إذن مشاهدين الكرام من جوانب حياة ضيفتنا لهذا اليوم يعني أخذنا جانب الزراعة وأخذنا جانب حياته الاجتماعية الزوجية مع العائلة وأيضاً أكو جانب آخر جانب منظمات المشنوع المدني وسعي المرأة اليوم لأنه تحقق نجاحات بهذا المجال تحدثين عن هذه المنظمة بداية وعن هذه الدورات التي تقيميها تخص شنا؟ الندوات أو الدورات التي تقيمها في مجال تطوير أولاً تحدثين عن هذه المنظمة؟ هي منظمة مجتمع مدني ناشئة من أجل تطوير المرأة بكل مجالاتها يعني سياسياً اجتماعياً كقيادات ننشئهم اليوم كقيادات مرأة أن النشاطاتكم في هذه المنظمة؟ يعني نشاطاتنا خدمية إضافة إلى نشاطات تطوير المرأة وقدراتها وتنميتها بكل المجالات أخري للنشاط، مثلاً النشاطات الخدمية شون تقومون به؟ والنشاطات التي تطوير قدرات المرأة؟ النشاطات الخدمية كيف سيطرة على أنه نقدر ندعم أكثر عدد من النساء المعيلات النساء يوم تعفون أنه ك... يعني عندكم زيارات ميدانية للنساء يجوكم لهذه المنظمة تقومون بحلو المشاكلهم وتوجوهم على عمل ما؟ نعم، نسعى، ومحور عملنا هو أنه كيف نقدر نقدم خدمة لهذه المرأة المعيلة أما نوفرها فرصة عمل، أما دعم بطريقة معينة يعني رساء رامي المطلقات كذا نعم إضافة إلى تنمية قدراتهم يعني اليوم المرأة مقاصرة على أنه تتعلم وتتطور من مهاراته فهذا مبدأ منظمة دورات خياطة وحلاقة وكذا ودورات إعلامية خياطة وإعلامية، كل المجالات عندنا نشتغل عليها والحمد لله أكون توفيق يعني كثير من نسائنا اليوم وتشوفون هذا العدد أخواتنا العزيزات يعني يشجعونهم ويوم بعد يوم ليكثر عدد مالتهم ويلاقون بنفسهم أنهم قدروا يطورون قدراتهم طريقك للتسم بهذا الإنسانية اللي ستنوها تتسم بها يعني تعرفين اليوم نجاح أي عمل نجاح بفريق العمل أكيد فاليوم ش تشوفين فريق متكامل وأخوات قياديات بمعنى الكلمة اليوم بدأوا يثبتون أنه أكبر قاعدة من المجتمع قدرنا نوصلها يعني صحح نحن مو بديتش الإمكانيات يعني مو إمكانيات دولة إحنا وإنما بالممكن شقد قدرنا نوصل للعوائل شقد قدرنا نقدم مساعدات لهم قلت لش بالممكن يعني لكن أنت اليوم من تحس بأخوك هو هي شي محتاج هذا الشي وتوصل له يعني مجرد ما السؤال علي هو هذا في الدافع حتى معنوي مو بس مادي إضافة إلى أنه هو الفريق كل شي متماسك متعاون لكل واحد يدعم لأخ ما شاء الله فأني لقيت طبعا أنه إنسان واحدة ما ينجح إذا مول فريق يعني نحن نقول للمدير ما ينجح إلا فريق أم صحيح والحمد لله ومرات القائد يصنع قادة لقيتهم هما بعد أفضل من عندي يعني بهذا التوجه مالتهم كذلك نسعينا هواي عوائل يعني هما التجاوزات يعني صراحة اللي هي العشوائيات يعني وضع هما المادي تعرفين قدرنا ننقلهم مو بالمستوى اللي كل شي نقول لش مون كارد دولة سعيتوا في هذه المناطق العشوائية واللي وجود الخيرين يعني حتى أكوا وفرناهم قطعة القطعة الأرض بسيطة وقدرنا نبنالهم في المبنى يليقب كرامة المرأة العراقية يعني حتى خطيئة عرفين الوضع اللي كانت عايشة بياني اللي لقيتها بيكل مزري فننقلهم يعني هذا نساء يعني نساء العراقية راقيات جدا مضحيات فنحن لازم كفريق نسوي دائما متعاونين شلو نقدر نعين أخواتنا البقية وخصوصا اليوم المرأة هي قريبة من المرأة أي نعم في طلب أي حاجة هي أقرب للمرأة بالشكوى بالتظلم ممكن هي أقرب من الرجل يعني كثير من المواضيع الحساسة اللي ما ممكن يتبوح بيها للرجل يتبوح بيها للمرأة كلمة اليوم المرأة العراقية أقول للمرأة العراقية مرأة صانعة أجيال صانعة أبطال فليت تتوقف في إدحاد معين لازم تلقى نفسها بكل مكان تقدر توصل تقدر تدعم عائلتها وأسرتها بكل التفاصيل لأن هي معانزة عن هذا الشيء فلازم تبدأ أكثر لأن هي مضحية وقلنا القائد يصنع قادة فأكيد هي راح تصنع قادة وأبطال طبعا اليوم أشادت بيكم كفريق نسوي وقالت إنه القائد يصنع قادة وانتوا اليوم قائدات للمجتمع اليوم أنا أشوف المرأة العراقية اللي تقدر تربي جيل في هذه المنظومة هذه المملكة هي البيت اللي بيها الأب وبيها الأولاد وبيها المسئولية وقدرت اليوم تصنع جيل تقدر اليوم تحقق نجاح في مجالات أخرى لأن هذه المنظومة يمكن هي أصعب منظومة هي التي تخرج لجيال وتخرج لقادة وتخرج لنا أصحاب الرسالة أتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله أنتم داعمين ومساندين للإنسانية شكرا جزيلا لكم واخذنا من وقتكم شكرا شكرا أتمنى لكم شكرا 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 لكم شكرا